موضوع كما سبق لي وأنت تطرقت للإشارة إليه طبعا في بداية هذا الموعد الإخباري سنتحدث عن ظاهرة في المجتمع هذه الظاهرة دفعت بالكثير من المختص سوافع المجتمع وأيضا رجال القانون إلى دق ناقوس الخطر نتحدث اليوم مشاهدين عن ظاهرة الخلع في الجزائر بين نؤية المجتمع وحق المرأة نتحدث أيضا عن ظاهرة الخلع في الأسرة الجزائرية الأسباب والأثار التي تنجر عليها نتحدث عن كونها ظاهرة بات الأخصائيون يدقون ناقوس الخطر داخل المجتمع الجزائر جراء تنامي هذه المعدلات المتعلقة بالخلع ونتحدث عن الخلع مهما كان الثمن عندما تشتري النساء وحريتهن من أزواجهن بالمهن أبينا مشاهدين وارتأينا إلا أن نستضيف الأستاذة أمينة حريشة الأخصائية الاجتماعية حتى تعطينا تحليلا اجتماعيا صباحك سعيد صباحك أسعد خياري دالي كل كل مشاهدات ومشاهدي قناة النهار جمعة مباركة هذه بودة ملتقينات في الاستوديو نعم لكنك معنا في القناة متأكيد شكرا أستاذ أمينة مرحبا بك مرة أخرى شكرا لك على كرم الحضور في هذا اليوم نتحدثوا على ظاهرة ما نعرفش نطرح علامة استفهام هل هي ربما ظاهرة جاءت نتيجة لظروف ما أم أصبحت موضة أم لا بالعامية نقولوا لما جاهش في القسط يروح يجري شوية دراهم يروح يطلب بالخلع تحدث عن النساء هل من هذا المنظور ننظر إلى هذه الظاهرة أم لأسباب أخرى فعلا نعم كنت ذكرت في المقدمة أن الأخصائيين يدقون نقوس الخطر نعم عند تنامي الخلع يعني بشكل رحيب في المجتمع الجزائري المحافظ المتماسك ونحن نعلم أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء مجتمع سليم يعني النسيج الاجتماعي يتماسك بتمسك الأسرة واليوم وللأسف الشديد نرى حالات كما ذكرت أخي رضا خلع بدون أسباب نعم الخلع هو حق مكفول للمرأة في حالات واضحة حددها الشرع والقانون لكن عندما نرى الخلع لأسباب واهية تتفكك أسرة يكون نتاجها أطفال ضحايا وهذا يأثر سلبا كما ذكرت في البداية على تماسك المجتمع الأسباب عديدة لو نرجع أولا إلى التنشئة الاجتماعية هذه الفتاة اللي اليوم راهي زوجة مسؤولة كانت طفلة صغيرة تربات في أسرة تنهلت القيم من عندهم اليوم نشوفوا أنه تكبر هذه الفتاة ببرمجة خاطئة حول العلاقة الزوجية والأسرية يعني بالعامية تجي تكون أسرة وهي راهي محضرة الأسلحة المضادة عندما نبرمج بنتي ونقولها أنه في الحياة الزوجية لازم تكون حذرة ولازم تكون حيلية ولازم كذا وكذا وإحذاري كذا وكذا أكيد هنا لا نؤهل إمرأة تصلح أن تكون زوجة لا يوجد تأهيل أساري التنشئة الخاطئة والطربي الخاطئة اللحظة كذلك الاستقلالية المادية وللأسف الجديد عندما المرأة تظن أنها خلاص راي عندي استقلالية مادية راي مرتاحة مديا راي عندي منصب عمل يعني أخلع هذا الزوج مجرد أول مشكل أتخلى عن العلاقة الزوجية المقدسة نعم ما ننسوش أنه هي أقدس على قربي سبحان وجهها في الأرض صحيح بعدها نشوف أنه خلاص أني مرتاحها ماديا هذا رح يهدد المجتمع كذلك تلك الصور النماطية والذهنية الرسخة في أذهان عديد النساء خلاص هي بناء على تجربات سابقة شاذة نادرة يعني لزيجات فاشيلة تمشي بهذه الصورة النماطية آه خلاص يعني تعميم حكم ما على علاقة سابقة ربما صديقاتها أو أقاربها في المجتمع تقولك نفس الشيء مثلا ريدا نتا مقبل على الزوج وربيها نيك إن شاء الله شكرا لك أكيد أنه ريدا راهم حظر نفسه أنه يبدأ حياته الزوجية مع الشريكة بكل إيجابية راهم حظر أنه يكمل معها حياته أنه يكونوا سند لبعضهم بناء على المودة الرحمة السكينة التكامل التضحية هذه هي معايير وأسس نجاح أي علاقة زوجية لكن أنت إذا قاعد مركز على الصورة الذهنية الخاطئة لا أوليد عمي لم ينجح في الزواج أوليد خالي وكذلك في ظل التكنولوجيات الحديثة أنا نشوف وعني أنه ننتق نقص الخطر كأخصائية في الأسرة أنا نشوف دي جروب مجموعات نقول للنساء من فضلكم يجب أنه غربي ولا نستوعب يعني بمئة بالمئة ما نراه في العالم الافتراضي هو عالم افتراضي أنا عن ذكر عالم الافتراضي أستاذ أمين عدران المقاطعة أشار لي زميل وحيدة أكيد إلى ظاهرة موجودة بالفعل ونشوفها مرات يعني ما نكذبوش على بعضنا أحيانا ندخلو للتيك توك نشوف ونضحكو شوية لكن نستقبلو فيديوهات المشكلة أنه هذا الخلع أو الطلاق ولد هذا المرأة مش كامل النساء حتى ما نجملوش أكيد نحن نتحدث عن ظاهرة معينة ومحددة ولو يفرحوا يعني لما تخلع تروح مثلا مباشرة للتيك توك تشهر بأنه خلاص تحنيت منه ورميت له الماء بالمصطلع العامي والسيبوري فرحانه وأحيانا تلقى يديروا حفلات لنهاية هذه العلاقة المقدسة شرعا عند ربي سبحانه هذا يهدد المنظومة القيمية نقول هنا تدور قيمي وأخلاقي واضح في مثل هذه التصرفات لأنه استغلال التكنولوجيات الحديثة يعني حتى رأي مرأة ما كثاف البيت مرأة رأي قاعدة تجدها مهوسة هناك من هنا مهوسات بالتيك توك وبواقع بهذا العالم الافتراضي وتتأثر به كما ذكرت وسالفا لا تغربل أنا نوصي من منبر قناة النعار اليوم نوصي كل من يعني يتلقى هذه الفيديوهات هذه التك توك إلى آخره كل مرأة أنا نقولها عليك أنتوا غربينين كاي لتجربتها الفاشلة تسقطها في الأخير في الأخريات تتمنى فشل زيجات الأخريات كاي الناس يعني تريد فقط ومش بحيانا منظرات تريد فقط أن تكسب نسبة مشاهدة كبيرة تهرج لكن لا تدرك أن هذا رح يأثر على تماسك أسرة على علاقة مقدسة ونشوف نتاجها أطفال مدمرين نفسيا أطفال ضحية تفكك الأسري كل الدراسات تشوف أنه هم العرضة للآفات الاجتماعية الخطيرة كذلك تحصلهم المطد دراسي إلى الحرمان العاطفي ما ننساش أنه هذا الطفل اللي راه بعيد على بابه ما هو ضحية صحيح كذلك يعني نشوف انتشار آفات اجتماعية خطيرة جدا هي من أهم نتاج هذا التفكك الأسري أنا نقول حاجة أن المجموعات اللي راه تروج إلى أن المرأة عندما تخلع زوجها وأقول هنا بدون أسباب شرعية وقانونية لأن الخلع موجود لكن الخلع هنا لك أسباب الشرع حددها القانون حددها لكن أنك تخلع زوجك بدون سبب أنا نقول جزائرية الحرة الفحلة ما تقومش بهذا هل يمكن القول أستاذ أمينة أنه هاته النشوة هنا ضحايا لدعاة التحرر تحرر المرأة هل يمكن نقول أنه ضحايا خلاص لعبولهم بعقولهم دعاة تتحرر المرأة أنت خلاص عندك خدمتك لبس بيك عندك درامك وش تديري بيه أرمي عليك عيش حياتك حرة كل هذه المصطلحات اللي حيانا نلقاه بعض الخليل الشيرذيمين صح التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي نعم ينظروا ويعطوه كأنهم نصائح إلى غير ذلك هل فشلهم يتحول إلى حقد بالنسبة للنساء الناجحات والمقبلات على الزواج؟ أكيد أولا المرأة حررها الإسلام بعدما كانت توأدوها حية صحيح عندما نتكلم عن الحرية المرأة المسلمة حرة بمقدار كبير يعني المرأة المسلمة ككل لؤلؤة صحيح الدين الإسلامي يحفظها الخوف عليها العزتها أعلى درجة بالنسبة للمرأة المسلمة التحرر ليس الحرية التحرر هو أن نتمرد على طبيعتنا لأن المرأة نجاحها عندما تكون أم وزوجة مستقرة هذا هو النجاح يبدأ النجاح من أن المرأة تصبح أم تعيش هذه الحالات هذه طبيعة فيزيولوجية بيولوجية إحساس المرأة بالأمومة لا يضاهي إحساس الطفلة تكون صغيرة تلعب الدمية صحيح المرأة اللي تحافظ على زوجها وتربي ولادها وتكبرهم مثل أسلافنا اللي كانوا في ظروف اجتماعية صعبة والداتي الوالدة تاك جداتنا في إبان الثورة التحريرية الحرائر الجزائر كانت يعني هي حتى إذا استشهد الرجل تقعد وتحافظ على وليداتها وتحضنهم اليوم أي مبرر التحرر المناديات بالتحرر هم مدمرات للمجتمع كما ذكرت أخي رضا هي تعرف أن المرأة المستقرة في حياتها مرأة ناجحة نعم على غرار النجاح في العمل النجاح في مجلات أخرى لكن يبدأ نجاح المرأة حتى أي مستوى نشوفه في عيد المرأة أنا التحية التقديري يعني هنا نقول للمرابطات في الحدود خاصة الدوروكية والله صدقني عندما نشوف قناة نهرة وقنوات أخرى تبرز النساء النجاحات أين نجدها؟ نجدها في بيتها تستضيف القناة مع أولادها تحكي على نجاحها في تربية أبناء أذن تحكي على نجاحها وهي مثلا وهي دوروكية وهي ضابطة وهي عاميد أو أستاذة أو محامية يبدأ نجاح المرأة من بيتها خاصة أنه هذه العلاقة المرأة تحتاج إلى السند سيدة أمينا خلينا نقولك من باب الطرفة ربما والدعاء نعم تفضل هل هو خلع أم خلع يعني لما نشوف أنه مثلا أحيانا بعض النساء مش الكل دائما نكرر وأعيد بعض الفئات يعني بعض النساء نظرا للحالة مثلا المادية اللي تروح لها تعيشها مثلا تتحس أنها مستقلة لذلك من قلوب العامية تنخلع فبالتالي تويت فكر أنها خلاص ما عندها ما تدير بهذا الراجل الراجل ما عبارة عن شخص مثلا مرحلة استثنائية أو مرحلة مؤقتة ويلا تخمم هذا كامل يعني عليش أصبحنا هل هو ما يسمى بالفراغ ربما عاطفي عند المرأة هذه هل هو فراغ في الوازع الديني هل هو تنشئة كما قلت اجتماعية خاطئة وربما أحيانا نلقوا بلك حتى أنه أحيانا والديها يكونوا متأصلين لكن هي خرجت على النمط الصحيح أن نقول هو تمرد كما ذكرت يعني هنا المرأة تكون غير وعية عندما تأخذ هذا القرار أخلع زوجي بدون سبب أخلع زوجي لأني مرتاحة مديا أخلع زوجي لأني ما حبيت نصبر معاه في هذه الحياة والحياة الزوجية فيها التضحية فيها التكامل فيها تحمل مسؤولية مع بعض هي حياة بين طرفين ليس طرف واحد عندما تتغلب الأنانية لأن المرأة اللي تخلع زوجها بدون أسباب هي مرأة أنانية فكرت في نفسها وبعدها ستندم وصدق لي نحكيها على تجارب في استشارات الأسرية يعني عديد النسوة ورهم كي ينحتي تابعوني تتسرع في الخلع بعدما الأخي الصعي ينصحها بعدما المحامي القاضي بعدما تتسرع وتأخذ القرار وتخلع زوجها ما تقفلش عام تندم تشوفوا الأذر هذو كدراري بحثوا على الأب تشوف نفسها محتاجة هذا الرجل تقول تسرعت لهذا أنا أوصي كل إمرأة أنه فكري فكري قبل ما تخذي هذا القرار المدمر لك النفسي تكون ترك قل هذه المرأة اللي تقول لي اكتفاء ما هو الاكتفاء؟ الرجل هذه الله سبحانه وتعالى وضحف وجه الأرض المرأة بحاجة إلى الرجل والرجل بحاجة إلى المرأة هذه الطبيعة والنساء الناجحات وراءهن رجل داعم رجل محفز رجل ساند سواء كان أب أخ أو زوج ونرى آلاف من الحالات الملايين من جزائريات نجحت بسبب دعم زوجها المرأة هذه أول حقلت هي ضحية والأسباب ما هي؟ أسباب عديدة مؤثرات عديدة وخارجية نبدأ بالتنشئة الأسرية الركز عليها هنا تربية الأسرية ونشملها حتى الاجتماعية أنا دايما نقول وفي المنابر قاناة الناهر نقول أنه المدرسة عندها دور أساسي كان الزمان يحكونا يعني أمهاتنا حتى في المنظومة التربوية حتى في الدروس كان يعني دروس تتكلم عن الأسرة تماسك الأسري لو حب هذا يفكر زملائنا وزميلاتنا اللي برمجوا هاد المناعجة التربوية في الاحتمام بالأسرة أكثر وأكثر صحيح عندنا مواد ربيع إسلامية مدنية إلى أخير هاد المواد نشرح فيها لهذا الطفل الصغير احنا الخطأ اللي نرتكبوه ننسى أنه طفل اليوم هو رجل الغد هو رجل الغد صحيح ريدا كان طفل صغير صحيح تربى ذوك ريدا تربى أول شي شاهد على تلك العلاقة الأسرية بين الوالد والوالدة لهذا دايما نحن نوصي الأولياء بضرورة يعني المحافظة على تلك العلاقة لإحترام التقدير خلوا أولادكم يكونوا شاهدين على صور جميلة للزواج خلي هذا الطفلة تشوف أنك أنت تحترمي الوالد تشوف أنك أنت وقفتي مع الوالد أكيد في مجمل الحالات وأثبتت الدراسة أنه ليكون شاهد على العنف معرض أنه غدوة يكون هو يعنف أو ضحية عنف والعكس ليكون شاهد على استقرار وسري رايحة هذه الطفلة تكبر وتتعامل بطريقة الإيجابية والسليمة والصحيحة اللي كانت تتعامل بها الوالدة مع الوالد نزيده كذلك ما ننسوش الغزو التكنولوجي صحيح أننا نستوعب ولا نغربل لأنه ما يروج له لا يتماشى مع منظمتنا القيمية مجتمع مسلم محافظ عندنا من المعايير والقيم الكثير عندما مثلاً ذكرت أنت في تيك توك للأسف أنا أقول من يروج لهذه المفاهيم الخاطئة تقولها بدون سبب خلع زوجك أنت راكي مرتاحة مادياً أنا نقول أنه من يروج لهذه المفاهيم للأسف الشديد هو إنسان مع نفسه غير متصالح هو إنسان مع نفسه غير ناجح هو إنسان لم يستطع أن يحافظ على الأسرة ويقوم بنقل ذلك الفشل إلى الآخرين وللأسف الشديد الأممية نقوله في عمره ما دارش الخير حديث كيف يدير الخير في الناس شكراً ريضا نعم عندما نكون أنا غير متصالح مع ذاتي كيف أستطيع أن أقدم الخير والنصيحة والإيجابية ليك إذن نبدأ نتصلح مع ذواتنا نعود ونرجع وهنا نزيد نتكلم على دور يعني عديد فاعلين في المجتمع المدني نعم المجتمع المدني اليوم ما ننساش راه من أهم أساس التنشيئة الاجتماعية يعني لازم الترويج للمفاهيم السليمة أن الأسرة هي اللي بناء الأساسية في بناء المجتمع أيام دراسية تحسيس في هذا السياق التحسيس جد مهم اليوم يعني لو نشوف الإحصائيات يعني مؤشر سلبي تنامي الخلع رح يأثر على الجانب الاجتماعي ونربطه حتى بعديد الجوانب لأنه استقرار الأسرة رح يأثر شوفي على التحسين المدرسي للأطفال حتى هذا الزوج رح يكون عنده استقرار في المجال المعاني لأنه استقرار الأسرة هذا الزوج والزوجة رح مستقرين متفاهمين يذهب هذا رح يأثر إيجابا على الاقتصاد يعني كل متكامل رح يأثر على انخفاض الآفات الاجتماعية لأنه من شوش مراهق مدمن يهرب من المشاكل الأسارية مراهق مدمن لأنه لم يلقى السند من الوالدين جميل أستاذ أمينا برأيك الحلول هو كل متكامل متفاعل صحيح صحيح الحلول على الأقل للحد من هذه الظاهرة خلينا نقوله ما قد نقضيه عليها لأنه قد استشرت تدريجيا بإذن الله بإذن الله هكيد لكن الحد منها يعني باش نقصه من هذا التنامي الحد منها أول شيء مثل هذه المنابر الإعلامية عندما نحسس بخطورة هذا الوضع عندما نحسس بسلبيات الخل على المرأة في حد ذاتها وعلى الأطفال وعلى الزوج وعلى الأسرة وعلى المجتمع ككل يعني هنا التحسيس والتوعية جد مهم ثاني شيء التربية التربية والتنشيء السليمة نذكر هاتلت خطرات تربية وتربية وتربية علينا أن نتدارك الأخطاء في تربية بناتنا وأبنائنا من فضلكم نعود نقول للأسر ودائما نقولها في حصة الاجتماعية نقول لهم التواصل ثم التواصل مدوا صور الثقة وخلوا أبنائكم يكونوا شاهدين على الصور الجميلة يعني خلاص هذه المشاكل الأسرية المتكررة وتلك الأنانية وكذلك أنه ننظر دائما إلى زاوية وهي الماديات وهذا خطأ لأنه لو تشوف الخلع هناك أسباب عديدة لكن من أهم الأسباب ريضا هو طغيان المادة على التفكير وأنا بدوري يحبي تسألك سؤال في هذا المقطع بعض النساء ربما يطلب منها زوجة أحيان مثلا لتربية الأبناء مثلا وأي مشكل يقع في العائلة مثلا يقولها قوضي في الضربة تخدميش على السيد ذراري مثلا فتضطر ربما إلى أنه تقوم الدنيا ولا تقعد فتقوله أنه تخير هي بينها وبين ذاتها تقولك أنا ما قدرش نسمح في خدمتي خليني نخلعه وخلاص علاقتي بي خلاص النساء اللي تقوم بهذا العمل يعني تفضل عملها على حساب أسرتها فكرة خاطئة جدا لأنه مجال المقارنة بين أبنائك بين حائلتك بين أش الزوجية بين كيانك وانتمائك وأنك يعني تفضلي تسمحي في هذا أنا نقول في هذا النعمة اللي مدها لك رب نقولها لك بالعامية وتروحي تقارني بين مهمة عمل هنا وللأسف الشديد وهنا كذلك المرأة اللي تقوم بهذا لأن أساسا هي برمجتها الأولية أي عندها أحكام استباقية سلبية على الزواج لأنه كيان المرأة كي تبدأ تزواجها ممكن نتلق ممكن نتلق انتظر من هذا الفئة أنت عن نساء هي اللي تروح تخطئ وتأخذ قرارات احتباطية صحيح وقرارات استعجالية وقرارات يعني بدون تفكير مسبق وقرارات خاطئة يعني شوف كامل هذا لماذا؟ لأنها عندها برمجة خاطئة أي رح تتزوج رح ينجح زواجي ما ش رح ينجح وهنا نعاود نرجع للأم التي أنشأت هذا الفتاة نرجع المحيط اللي يعيش في هذا الفتاة نرجع لتأثر الفتاة بالمؤثرات الخارجية السلبية ما ننساش حتى هاوس بالمسلسلات التركية يعني عايشت في عالم الهوامات وهو عالم الهوامات هي آلية الدفاع يعني يلجأ لها الإنسان يظن نقوله في الأدب أحلام اليقاضة يعني الإنسان أني عايش فيه فقط في الزواج لازم يكون رفاهية لازم يكون تحوى صورونا نشوفه لو نرحوا عبر مواقع التوصل الاجتماعي من يروجنا إلى الزواج هو امططع الطائرة من بلد إلى بلد صحيح وللأسف هناك نسوة من يتأثرنا أنا أقول لك أختي الكريمة هذه المرأة هي راي تقوم بمهمة أنها راي تكسب أموال طائلة جراء متابعة تكلمة الترويج لحياتها ليه فقط عبر مواقع التوصل الاجتماعي لازم تعرفي أن الحياة الحقيقية أختي الكريمة ليس عبر مواقع التوصل الاجتماعي عندما نشوف فولانا راحت سافرت إلى آخره الحياة الأوسرية هي المحبة راكي فيز مع زوجك في البيت تلك المحبة ذلك السند ذلك الدعم يعني ذلك الاكتفاء العاطفي الاحتواء العاطفي يعني هذا السعادة الأسرية تغنيك عن ما يروج له وأنتي تظني أنك ستحقيقين السعادة عندما تكوني وحدك ومستقلة ماديا أنا نقول لا يا أختي الكريمة صحيح أستاذ أبينا نصف ساعة لا تكفي نعم هو موضوع موضوع مهم جدا على أمل أنك أنت حتى في برنامجة كارشديني أكيد دائما أكيد تتحتي في هذه الحالات وجوك هذه الحالات بإذن الله أكيد سيكون لدينا مستقبل لما لا نحكي أكثر أكثر عن هذه الظاهرة نحكي على الطلاق أيضا المتدامي في المجتمع والطلاق قلنا نقول الزواج السريع طلاق أنا دائما نقول اسمح لي ريدا نحن ندرك أن الطلاق والخلع يعني من شرع الله عندما يكون هناك أسباب بناء على الشريعة مشروعة لكن أنا نوجه رسالة لكل أخت تداركي من فضلك قبل فوات الأوان ورح تندمي أكيد رح تضري نفسك ورح تضري زوجك ورح تضري بدرجة كبيرة أبنائك إذن كل إمرأة نقولها عودي فكري حتى أي واحدة لا يتسمع فينا رح تفكر أنها تخلع زوجها زعفت منه أو تقلقت أو أنها فضلت مجال مهاني على أنا نقول لك من فضلك أختي تداركي وأكيد إن شاء الله رح تكملي تعيشي حياتك في استقرار وسالي مع زوجك وأبنائك أكيد نصائح مهمة جدا لأستاذة أمين حريش تقدمها للسيدات طبعا والسادة أيضا هتنقولوا أنه باش الأزواج أيضا ما يكونوا سبب في بعض هذا وأنت أربيه لك إن شاء الله إن شاء الله أربي أفضلك ألف مبروك أستاذ أمين الله يشكرك الله يسعدك شكرا جزيلا لك على الحضور معي في هذه الصبيحة سعيد جدا لمناقشة هكذا مواضيع رفقة للأستاذ أمين حريش ومشاهدين إلى هنا نكو قد وصلنا لختام هذا الموعد الإخباري على أمل اللقاء بكم ترجمة نانسي قنقر